كان لدور المتطوعين من الشباب البحريني ومن كل الجنسين الدور البارز والمهم في تسجيل النجاح الكبير لمجريات العملية الانتخابية التي شهدت تنظيما محكما وسلاسة في إجراءات دخول الناخبين إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم نعم فمشاركة المتطوعين في اليوم الانتخابي جسدت عمق مشاعر الولاء والانتماء الوطني المتجذري لديهم ومدى حرصهم واستعدادهم الدائم للمساهمة في أي حدث وطني ضمن روح الفريق الواحد قبل شهر من انطلاق العملية الانتخابية فتح باب التطوع أمام الشباب من كل الجنسين للمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بأن يصبح باب التسجيل مشرعا أمام مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات وما إن أضحى باب التطوع مراحبا لمن سكنتهم روح المبادرة من الشباب البحريني حتى بدأ عدد المتطوعين بالارتفاع وبشكل متصاعد ليتجاوز حاجز الأربعة عشر ألف متطوع من مختلف التخصصات والمحافظات والفئات العمرية بشكل عكس عمق رغبتهم في التفاعل مع مختلف الأحداث الوطنية ليضعوا بصمتهم ويبدو حماسهم في المشاركة داخل أجواء العرس الديمقراطي ليكونوا عناصر جوهرية ومهمة في العملية الانتخابية ومع مضي الوقت شيئا فشيئا ومع تسارع الخطى نحو مجيء اليوم الانتخابي كانت الإدارة التنفيذية للانتخابات قد عمدت إلى تنظيم ورش عمل تدريبية تناولت الخطة التنظيمية للعملية الانتخابية في خطوط الاقتراع الرئيسية بهدف إكساب فرق المتطوعين بالمهارات الأساسية وتعزيز قدراتهم في هذا المجال لضمان تنظيم أمثل الانتخابات في حلول يوم الانتخاب وبدء ملامح العرس الوطني بالتشكل انخرط المتطوعون في أجواء هذا اليوم ليبدعوا في آداء عديد المهام المتعلقة بالتوعية وبالنظام القانوني للعملية الانتخابية ورصد كافة مراحل الإجراءات الانتخابية وتوثيقها من خلال إلمامهم بدور المراقب وصلاحيته إن إشراك الشباب في مختلف مراحل العملية الانتخابية هو دليل دامغ على أنهم من أهم الدعامات التي وقفت خلف إنجاح اليوم الانتخابي بتفاصيله كافة واتضح ذلك عبر مشاركتهم البناءة والفعالة والتي ساهمت في ترسيخ المكاسب الديمقراطية وتعزيز مبدأ النزاهة للعملية الانتخابية وتكريس أوجه الشراكة المجتمعية بما يضمن تفعيل شفافية وحيادية العملية الانتخابية لتلفزيون البحرين محمد الشيدات